بسم الله الرحمن الرحيم توجد صورة في القرآن الكريم إذا قرأتها بإذن الله تعالى في أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك مر عامك بالكامل في غنى وخير ورد في الحديث اللي ذكر الإمام الخطيب الشربيني وموجود أيضا في كتاب القرطبي أن صلى الله عليه وسلم قال في أول ليلة من رمضان من قرأ صورة الفتح عن طريق أربعة ركعات بتفصيل معين سوف أذكره أنا مر عامه كله في غنى وفي رواية أخرى مر عامه كله في خير نبدأ على بركة الله صورة الفتح هذه بتقرأها على أربعة آيات أو على أربعة ركعات ممكن بيكونوا الأربعة متواصلين أو بيكونوا كل اتنين يعني ركعتين على حدة في الآية الأولى هذا هو التفصيل والتجزئة اللي يجب الانتباه لها في الآية أو في الركعة الأولى بتقرأ اللي هو التالي بتقرأ اللي هي من إن فتحنا لك فتحا مبينة إلى فسيؤتيه أجرا عظيمة هذه الركعة الأولى الركعة الثانية بتقرأ سيقول لك المفون إلى ليعدبنكم عذابا أليمة في الركعة الثالثة ليس على الأعمى حرج إلى ليعدبن الذين كفروا منهم عذابا أليمة في الركعة الرابعة الأخيرة إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية المهم بتقرأ إلى آخر السورة طبعا لو بتسألني على التوقيت التوقيت إما بتقرأ المفروض في وقت الضحى لأنه أكثر الأوقات محببة اللي هي نزلت في حتى صورة كاملة في القرآن الضحى أو ممكن بتقرأ اللي هي هذه الآيات في أول ليلة اللي هي يعني الليلة الأولى اللي هي قبل الفجر اللي هو قرآن الفجر كان مشهودا هذه اقتراحات مني التوقيت ما فيش توقيت معين يعني مذكور ممكن هذا هو الموضوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته